مرحبا كيفكم إن شاء الله يكونوا بخير هذا الفيديو للي حابب يتعلم الأحلاقة بهولندا يعرف شو مستلزمات الأحلاقة باللغة الهولندية وكل شي بيخص الأحلاقة بالهولندي إن شاء الله رحكون أنا هاي الصفحة رح علمك فيها كل شي بخصوص هالشي لأنه دورت كتير مع الأسف على اليوتيوب وعالتيك توك وكتير منصات ما لقيت أي شي بيحكي عن كيف أنا بعرف شو معنات هذا الشي الدعمي بالهولندي ما لقيت ولا فيديو فرح كون أنا أول واحد إن شاء الله رح تستفادوا ما تنسوني باللايك والفولو نبدأ أول شي بالأساسية بالمصلحة الماقينة الكبيرة اللي هي منعمل فيها الشعر ومنحلق فيها الشعر اسمها تندوزة اسمها تندوزة اللي حابب اللي حابب إنه أكتب له الكلمات بالكومنتات بالكومنت أعمل له تثبيت يكتب لي بالكومنت بعد ذلك إذن هاي الكبيرة الماقينة الكبيرة اسمها تندوزة الماقينة الصغيرة اسمها مشين مشين المقصة العادي اسمه شخار ومقصة التفريق اسمه قاودنة الموس اسمه مش الموس اسمه مش الملقات اسمه بينست بينست الخيط اسمه تاو تاو طبعا هدولة الأرقام تبعية الماقينة الأرقام اللي هنه ستانشة 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 ان ستانشة دفي ستانشة دري ستانشة هالف ان واحد ونص طبعا الهولندي الأوروبي بشكل عام بميل أكتر للميلي يعني اذا بتقول له ستانشة ان ما كتر راح يفهم عليك بتقول له دري ميل دري ميل بيعرف وبيفهمها أكتر من الواحد نيجي هون للمشط المشط اسمه كام المشط المسنن تبع الجيل والواكس اللي بنعمل فيه بالشعر اللي بنصرح فيه الشعر اسمه تاند تاند كام تاند يعني درس الماقينة هيده اسمه call machine call machine طبعا call يعني عالجلدة call يعني عالجلد مثل الموس يعني البودر واكس هو نفسه بودر واكس اسمه بالانجليزي بودر واكس طبعا هون بقوله واكس للواكس لأنه حرف الدبلو وهو لنده باللفز فيه فهو اسمه هادا فاكس الجيل بقوله عنه جيل بفخ محرف اللام جيل والافتر شيف نفسه افتر شيف الكولون هي بارفوم كولون كولون بالانجليزي بارفوم اذا حابين اعملكون كمان فيديو تاني بالانجليزي اكتبوا لي بالتعليقات طبعا مثل ما حكينا كلوا هادا الاساسيات مبينة قدامكم بخاخة المي اسمه فاتر فاتر سبري الشمعة اسمه كمان فاكس الفيديو التاني رح رح ألكم كيف نحكي تفاصيل الوجه لزبون وبكل الشغلاء كيف نحكي بالهولندي وتظلوا بخير ان شاء الله